على خلفية ظهور سلالات ومتحورات جديدة من فيروس كوفيد-19 في عدد من دول العالم والمخاوف من دخولها للعراق وبعد التساؤلات الكثيرة التي طرحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية تصدي المطارات العراقية لعملية فحص الوافدين والزوار من الجنسيات العربية والأجنبية القادمين إلى العراق كشفت الكوادر الصحية في محافظة النجف أن منظومة فحص الوافدين العرب والأجانب في مطار النجف تعمل بدقة كبيرة وتجبي أموالها من قبل دوائر وزارة الصحة ولا يسمح بدخول أي شخص للعراق تثبت إصابته بالفيروس يعني الشركة الأهلية التي تم التعاقد معها هي شركة تعاقدة ويدائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة على وزارة الصحة في بغداد هي شركة دعم لوجستي من خلال نصب الأكشاك تحضيرات الأجهزة المعدات المستلزمات للحواسي تدريب الكوادر على العمل على النظام طبعا هذه الإجراءات هي داعم لوجستي الإجراءات الفنية هي مرتبطة بالمختبرات الأهلية المعتمدة في المحافظة والتي كما نوهنا هنا ثلاث مختبرات مختبر الدلتا والنخبة ومختبر النجف ومن الضرورة بمكان التأكيد على أن إدارة عملية الفحص بمطري بغداد والنجف تعد كدرعا حصين لحماية الإراقيين من أي أوبئة انتقالية في ظل تصاعد حركة السفر حول العالم وخصوصا في شهري آب وإلول حيث لا يقتصر عمل شركات الفحص على اكتشاف الفيروس بل تعمل أيضا على معرفة السلالة التي ينتمي لها يأخذون المسحة في صارة الوافدين هناك في مطار النجف وترسل إلى المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة لإجراء الفحص وإخبار النتيجة خلال 24 ساعة يعني تكلفة المسحة ذكرنا أنه هي 60 ألف دينار ويبدو أن الجائحة بكل مساوئها نجحت في تفعيل نظام محكم من قبل شركات خدمات المطارات ومختبرات الفحص ووزارة الصحة لإدخال جميع العينات ضمن حوسبة رقمية تضمن السيطرة على تسرب الحالات المشكوك بها إلى داخل البلد وبما يضاهي أحدث الأنظمة العالمية